موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أجمل ترحيف في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج ليتفقه في الدين برنامج المسابقات الرمضاني برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يقدم لنا في كل يوم جائزتين قيمة كل جائزة خمسون دولارا يتعرف على الفائزين معنا لليوم دعونا أولا نتعرف على سؤال الأمس سؤال أمس يقول اشترى أحدهم سلعة أونلاين من خلال إنترنت فوجدها مخالفة للمواصفات التي وضعوها من خلال وصف هذه السلعة السؤال أو الجواب الصحيح كان هو رقم ثلاث الذي يقول أن له أن يردها يرجعها لأن له خيار الرؤية يمكن نرجعها وكل ما أنا ما بدي إياها لأنه أنت هذه خالفة المواصفات لأني أنا عندي الاستلام للخيار إذا كانت مخالفة للمواصفات أني أنا أرجع هذه السلعة العديد من الإجابات الصحيحة وردتنا لكن دعونا نتعرف لأنه نحن كل يوم بس عنا جائستين خلينا نتعرف مين اللي كانوا فائزين معنا لليوم في هذه الجوائز ألف مبارك للفائزين معنا اليوم بالجوائز المقدم بنك الإسلامي الفلسطيني خمسون دولار لكل فائز معنا في كل يوم جائستين اليوم بدنا نحكي عن موضوع جديد موضوع اللي هو عن أحكام الوقف موضوع الوقف يقول إنسان وقف هذه الأرض للمسجد وقف هذه القضية في المسجد هذا وقف هذا وقف هذا له أحكام في الشريعة الإسلامية مرتبطة بحكم الوقف لأنه الوقف هو في حقيقته تحبيس الأصلي وتسبيل المنفعة شو يعني؟ أنه أنا كأني هذا العقار اللي أنا الأرض أو العقار أو المبنى اللي أنا بدي أوقفه لله سبحانه وتعالى كأني أنا قلت لا يملك أحد عين العقار أصل العقار هذا خلاص أصل محبوس لله سبحانه وتعالى لا يملكه أحد لكن ينتفع من أوقف هذا العقار من أجله ينتفع بريعه ينتفع بمنفعته هذا هو موضوع الوقف كأني أنا وقفته أوقفت انتقال العين لملكيتها لأحد وجعلتها محبوسة لله عز وجل ولكن المنفعة ينتفع بها من جعلت له ذلك زي ما جعل أرض الأرض هذه لما أنا أقول هذه أرض وقف للمسجد فكأني أقول أن هذه الأرض لا يملك أحد أن يتملكها لا تذهب للورثة ولا تباع ولا تشترى ولا غير ذلك لكن تبقى منفعتها للمسجد أو للصلاف أو أقول هذه الأرض مثلا أو هذه العمارة أنا أوقفتها من أجل طلاب العلم فبسير الريع تبعها من الإيجار تبعها أن أدفع لطلاب العلم لكن لا يملك أحد أن يتملك هذه العمارة أو الشقق في هذه العمارة ومن هون إحنا مدام في خير إذن الوقف حكمه مستحب وهو نوع من أنواع الصدقات لكنها صدقات بتكون مستمرة على مدى العمر وبدأ حتى ما بعد العمر كذا فعلوا الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب أوكف أرضا له في خيبر للخير والطاعة خالد بن الوليد رحمه الله ورضي الله عنه جعل سلاحه وقفا في سبيل الله قال هذا السلاح تعي وقف في سبيل الله ومن هون مدام الوقف هو تحبيس للأصل وجعل المنفع فيها للخير إذن هذا الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب ما بيقدر وحد يقول هذا الوقف أنا أعطيته لأفلان وهبته لأفلان أو إجيت أنا قلت هذا الوقف إجي الورثي أخدوه أو هذا الوقف أنا بدي أبيعه لا يجوز في هذا لأنه لا يملك أحد هذا الوقف ملكا تاما ملكا في أصله لأنه هذا أصبح محبوص من أجل الله لأنه صار وقفا لله عز وجل والوقف يجوز في كل شيء يجوز بأن الإنسان يقف أي شيء ينتفع به دائما مع بقاء عيني كل شيء يجوز بيعه في الأصل ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه يعني هذا يجوز وقفه شو المقصود؟ إنه أنا كل شيء إذا استخدمته لا يذهب ولا يفسد ولا يتلاشى هذا يجوز وقفه لكن لا يجوز الإنسان يقول أنا أوقفت هذا الكيلو من التفاح ليش؟ لأن هذا قد يفسد أو قد يؤكل أو أوقفت هذه البقرة لأنه قد تذبح وقد تموت هذا ليس وقفا لكن الوقف يكون لأعيان يمكن بيعها في الأصل ويمكن الانتفاع فيها دون أن يذهب هذا الأصل ودون أن تذهب عينها فهذا هو ما يجوز وقفها ولذلك قال العلماء أنه يجوز وقف العقارات من أراضي وبنايات ويجوز وقف أيضا المنقولات يعني واحد أوقف مصاحف أوقف كراسي أوقف طاولات هذه منقولات تنتقل ليست ثابتة دائما هذا أيضا على الراجح أنه يجوز للإنسان أن يوقفها لله سبحانه وتعالى وأيضا يجوز وإحنا دائما نقول الوقف نظن أنه مترتب فقط للمسجد لا يجوز أن يقف الإنسان لإشعاب للمسجد لمدرسة لطلبة العلم لمقبرة مثلا يجع الأرض لمقبرة هذا يجوز ويجوز أيضا أن يكون الوقف لشيء خاص يقول أوقفت هذه الأرض على ذريتي أوقفت هذه الأرض لفلان بحيث أنه فلان لا يملك أن يبيعها ويشتريها لكن فلان يملك أن ينتفع بها وهذا أيضا من أحكام الوقف الجائزة التي ننتبه له أو أوقف هذا على الفقراء أو ما شابه ذلك أيضا إذا تعطلت مصالح الوقف أصبح لا ينتفع به يجوز أن نبيعه والأفضل أن نشتري بماله شيء مشابه له يعني أنا عندي مثلا في المسجد أو إنسان راح أوقف مثلا مراوح هذه المراوح مع الزمن ضعفت أو احتجنا إنه نشتري مثلا مكيفات أصبح لا فائدة لا تستخدم فيمكن أنا أني أبيع هذه المراوح وأشتري بثمنها مثلا مكيف مثلا يعني أو مثلا سجاد كان السجاد تالف قديم أنا بدي أبدله في المسجد أصبح غير جيد للاستخدام قيمته يمكن أني أنا أبيعه كسجاد مستعمل وبثمنه أضعه في جزء من ثمن سجاد جديد هذا يجوز بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه نحن ندور على مصلحة الوقف بشكل عام في هذا الموضوع أيضا يجوز بيع بعض أجزاء الوقف كالفرش والصوتيات التي في المسجد إذا استغني عنها كما ذكرت قبل قليل وذلك لمصوحة الوقف والقاعدة مراعاة المصالح المتعلقة بالوقف وأخيرا ونختم بأنه لا يجوز الاعتداء على الوقف بأي حال من الأحوال لأن الوقف هو موقوف لله عز وجل واحد أرض وقف ما مشوفنا اللي صار يبني فيها صار حاطط مخزن فيها قاعد باستخدمها لاستخداماته الخاصة ويأكل ريعها هذا لا يجوز وفيه خطر عظيم وفيه تعدي على الله وعلى حقوق العباد وهذا من الذي يأثم من يفعل ذلك وسوف يلقى عند الله عذابا شديدا فليس حيط الدين وحيط الشرع وحيط الوقف واطل لأنه ما فيش واحد يملك بحد ذات وروح نعتدي عليه هذا لا يجوز إطلاقا ولا ينبغي وهذا من المحرمات سؤال حلقة اليوم في ختام هذه الحلقة نطرحه عليكم لترسلوا لنا الإجابة الصحيحة عندما تعرفونها يقول السؤال أراد الرجل أن يوقف مصاحف في مسجد فما الحكم؟ أولا لا يجوز أن يعتبر وقفا لأن المنقولات لا توقف فقط العقارات التي توقف الخيار الثاني أن يجوز وقف المنقولات على الراجح كما يجوز وقف العقار رقم ثلاث لا يجوز اعتبار المصاحف وقفا لأنها كلام الله سبحانه وتعالى أي هذه الإجابات هي الصحيحة أرسلوها مباشرة لنا لتكون أحد الفائزين بأحدى الجائزتين المقدمتين للبنك الإسلامي خمسون دولار لكل جائزة ولأن ألقاكم مع حلقة جديدة برنامجكم ليتفقهوا في الدين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة